في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 29 جوان إلى 12 جويلة 2022 عديد العمليات ففي إطار مكافحة الإرهاب وقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 21 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي مخبأ للإرهابيين وستة قنابل تقليدية الصنع بكل منتبسة وعين الدفلة وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليم الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة ستة تجارة مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بقنطارين و41 كيلو جراما من الكيفي المعالج ومجهة أخرى بكل من تمنرس وبرج بجي مختار وعين قزام جانت وتندوف أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 96 شخصا وضبطت 26 مركبة وأكثر من 200 مولد كهربائي وأكثر من 100 مطرقات ضغط و7 أجهزة كشف عن المعادن و8 تن من خليط ذهب الخم والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهزة أخرى تستعمل في عملية التنقيب غير المشروع أو عن الذهب في حين تم تقف أربعة أشخاص وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وخزان ذخيرة و12 بندقية سيد بالإضافة إلى العديد إذن من محجزات العناصر وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي دائما في سياق الجهود المتواصلة المبدولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة ترجمة نانسي قنقر